بسم الله الرحمن الرحيم أخي المزارع نتحدث اليوم عن دودة الملفوف تظهر الأعراض على شكل ثقوب خشنة كبيرة على الأوراق أو ثقوب في البراعم ويظهر براز أخضر بني على الأوراق اليرق الخضراء اللون عليها شعر مع مظهر يشبه المخمل بطيئة الحركة مقارنة مع غيرها من اليرقات لهذه الحشرة العديد من الأعداء الطبيعية مثل الغنافس المفترسة والعناكب والدبابير الطفيلية والطيور لذلك ينصع بعدم استخدام المبيدات الكيميائية التي قد تضر أو تدمر هذه المفترسات الطبيعية ويفضل استخدام المبيدات النباتية المشتقة من النباتات والتي لها خصائص مبيدات الحشرات وقد يكون للزراع المصاحب دور رادع ومفيد لطرد هذه الديدان كما أن استخدام المصائد الفرمونية الجنسية أو المصائد اللاسقة الصفراء دور في الحد من أضرار هذه الآفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر